واصل أصحاب الشاحنات اعتصامهم المفتوحة أمام متصرفية الرمثة الذي بدأوه منذ أسبوع بسبب صعوبة أحوالهم أصحاب الشاحنات أكدوا أن اعتصامهم مستمر إلى حين تنفيذ الحكومة وطالبهم المتمثلة بمعاملة الشاحنات الأجنبية التي تدخل الأردن كما تعامل الشاحنات الأردنية عند دخولها دولة أخرى وزيادة مدة مكوث الشاحنة داخل الأراضي السعودية إلى 14 يوما بدلا من أسبوع وتخفيض رسوم التأشيرة المتحدث باسم أصحاب الشاحنات نايل ذيابات قال إن الشاحنات الأردنية باتت غير قادرة على منافسة الشاحنات الأجنبية وبات التجار يفضلون الشاحنات الأجنبية عن الأردنية لانخفاض أسعارها رئيس هيئة تنظيم النقل البري المهندس صلاح اللوزي خلال اجتماع مع أصحاب الشاحنات أكد متابعة الحكومة للقضية مع السلطات السعودية وأنه سيتم عقد اجتماع أردني سعودي خلال الأيام المقبلة لمناقشة مختلف القضايا التي تتعلق بقطاع النقل وزيادة التأشيرات على الشاحنة